بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه ومن ولا أعزائي طلاب الشهادة السودانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباكم في الغنالة الأم للتربية والتعليم غنالطيبة حنقدم الليلة نموذج لمراجعة ختامية لمادة الرياضيات بما ساقيها العلمي والأدبي حنشتغل الحصة الأولى مع ناس الجسم الأدبي الرياضيات الأساسية وحنشوف بعد ذاك الحصة الثانية إن شاء الله في الرياضيات المتخصصة قبل ما نخش في التفاصيل كلمتين دا يقولي لك أفهمين أبدأ اشتغل علين عشان تشتغل تمام في الامتحان الامتحان إن شاء الله يكون امتحان بسيط ساهل ما يكون فيه مشاكل يعيبه حاجة واحدة بس ليهو أنه سيكون امتحان أسئلته كثيرة استفيد من زمنك رتب أمورك قسم زمنك داخل الامتحان تكسيم صحيح ما نكتر الكلام أشرح لك وقائع الامتحان سريع الامتحان بتاع الرياضيات الأساسية مكوم من خمس أسئلة السؤال الأول والسؤال الثاني بتكلم عن الأسئلة الموضوعية الأسئلة الموضوعية مكسومة في السؤال الأول لجسمين أكمل وأرسم دائرة حول حرف الإجابة الصحية السؤال الثاني برضو فيه جسمين ضع صواح ضع أكتب صواب وخطأ وأسئلة قصيرة نحن هنشتغل الليلة على الأسئلة الطبيقية وبسم الله نبدأ تعالنا راجع في الوحدة الأولى في الدوال والنهايات والتفاضل هنركز عليها لأنه دي إشكالية للطلاب في امتحان الشهادة السودانية يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليك الله ما تتوتر عليك الله ما تخاف إن شاء الله امتحان الرياضيات يكون أفضل امتحان لك السنة دي ركز معاي خلي جنبك ورقة وقلم واشتغل على الكلام أن أنا بقوله عليك يلا بسم الله يا عبد الله نبدأ صيغة السؤال الأولى المدعويدين على في امتحان الشهادة السودانية أحسب قيم النهايات صيغة سابتة في أي امتحان وافهم أنه أحسب قيم النهايات دي ما بتقل من خمسة مسائل أو ستة مسائل أنا دايرا دربك على الأنواع الأسئلة الحتيجي في الحتة يلا بسم الله أحسب قيم النهايات التالية نهاية سين توليلا ثلاثة سين طربية ناقص سين ناقص ستة على سين ناقص ثلاثة وزي ما أنت مذكر في المدرسة والروق إنه الخطوات اللي أنت بتحل بيها النهايات أربعة الخطوة الأولى نعوض الخطوة الثانية نحلل الخطوة الثالثة نختصر ونرجع نعوض الثاني تعال نطبيق الكلام ده يا شباب بصورة ظريفة طيب لو أنا شلت محل كل سين خطيت بدل كل سين خطيت ثلاثة بلقى المسألة صفر على صفر وإنت عارف إنه صفر على صفر دي كمية غير شنو معين دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية تعال نحلل يلا نقول بسم الله تبقى نهاية سين تقول إلى ثلاثة التحليل بتاع سنتام من الزمان داك ما في حاجة جديدة عددين ضريبهم ستة الفرق بيناتهم سالب واحد يبقى سين سين الستة عبارة عن اثنين في ثلاثة لكن لاحظ إشارة الحد المطلق إشارة سالبة يبقى العددين بيختلفوا في الإشارة واحد موجب والثاني سالب عشان ما دعز بروحك في إنك تعرف السالب من الموجب أنزل المقام تحت حركة ظريفة كده بنعملة الثلاثة إشارة سالبة يبقى الثلاثة الفوق إشارة سالبة والثنين حتكون إشارة شنو موجبة يلا اختصر سين ناقص ثلاثة مع سين ناقص ثلاثة يبقى دا عامل صفري يبقى الحيفضل لي من المغدار نهاية سين تولي إلى ثلاثة يلا سين زائد اثنين ما هي الخطوة الرابعة نحن حنسحب سين حنعود بدلا ثلاثة يبقى ثلاثة زائد اثنين يبقى إجابتنا خمسة وأنا كده شلت الدرجة كاملة عشان ما كتر ليك الكلام عوض أول يتلقى صفر على صفر بعد ما تجيك صفر على صفر أمشي حلل التحليل البسيط نشوف نموذج تاني اللي هو استخدام نظرية في النهايات نهاية سين تولي إلى ثلاثة برضو سينوس أربعة ناقص واحد وتمانين على سينوس ثلاثة ناقص سبعة وعشرين النظرية دي في بعض الكتب والمراجع بتلقى يسمى نظرية كوشي عبدالله أنا عشان أشتغل فيها محتاج للآتي القوة في البسط تكون مش شابهة القوة في المقام تكون مش شابهة وتعال نشتغل بينه موزج زريف ما انت عوضت قبير نحن اتفقنا انه عوضت وجات من صفر على صفر وناصر ريادات بيقولوا انه صفر على صفر ديك المية غير شنو معينة بيبقى شكل المسألة نهاية سين تولي إلى ثلاثة سينوس أربعة ناقص أجل الواحد وتمانين اللي هي ثلاثة وسي أربعة وسألتك بالله لو الأسس دي راح تليك مدعز بروحك شوف بتقول إلى كم يعني لو معرفت الواحد وتمانين شوف الدالة بتقول إلى كم بتقول إلى ثلاثة أديها قوة سينة معاها قوة سينة معاها أربعة إبقى الواحد وتمانين ثلاثة وسي أربعة خلاص به كلام بسيط لأنه في الامتحان انت بتتوتروا والتوتر بضرك ما بتقدر تجيب لي نتيجة وانا داير أشوف نتيجتك أضربع المسأل يلا أمشي المغام نفس الفهم سينة سي تلاتة ناقص السبعة وعشرين معرفتها بتقول إلى ثلاثة يلا غوة سينة معاها ثلاثة يلا عين كده قالب المسألة بيقى ظريف قوة البسط متشافة قوة المغام مشافة والإشارة بين الحدود سالبة ونص النظرية هنا بقول كده نون على مين باعتبر إنه نون القوى الفوق مين من القوى التحت مضروبة في ألف ألف المغدار السابق الكل والسينون ناقص مين يلا طبقها طبق الله تطبق أحلامك في الجامعة يلا القوى الفوق أربعة القوى التحت تلاتة الكمية السابقة برضو تلاتة أسي أربعة ناقص تلاتة عبدالله تبقى أربعة على تلاتة في تعال نطرح الأربعة منها تلاتة باقي لينا واحد وتلاتة أسي واحد بيه تلاتة شوف سبحان الله تلاتة مع تلاتة مشت يبقى إجابة نشنو أربعة دي نظرية كل سنقعد استخدامها مقدار من الدرجة الثانية كل سنة في نموذج الأهم من كده والواحد يكاد يحلف عليه الدوالة المسلسية الدوالة المسلسية سؤال ما في اثنين ثلاثة موجود عندنا في الامتحان ودارين نشتغل بيمزاج فيه لأنه الدالة المسلسية أنت قعد تكره ياخي ما تكره رح نطبق بيمزاج نهاية السين تقول إلى صفر جيب تلاتة سين على سين كل الموضوع إنه بس نقول لبه الضرب في معامل سين اللي هو تلاتة والقسم على معامل سين تلاتة يلا تعالنا شوف شكل المسألة يا نها تبقى تلاتة سين تقول إلى صفر البصل في تلاتة المغام في تلاتة فوق تلات جيب تلاتة سين على تلاتة سين ونحن كده ما شم مية مية عارف أنا ضربت في تلاتة وقسمت على تلاتة لسبب عشان دي تلاتة سين دي زاتة تكون تلاتة سين عشان أقدر أطبق الغانو وفي النهايات إنه لو في عدد سابت داخل النهاية ممكن نستخرج العدد ده خارج النهاية يلا عن شكل المسألة تلاتة نهاية تلاتة سين تقول إلى صفر جيب تلاتة سين على تلاتة سين اذكر إنه جيب سين على سين ناتجة واحد قانون التحافظ ابقى تلاتة سين على تلاتة سين برضو ناتجة واحد ابقى الكلام تلاتة ضرب واحد اللي هي بيستعوليشنو تلاتة إجابة بسيطة ممكن لو عينت للمسألة لمحت المعامل تلاتة ابقى مفروض تجيك الإجابة تلاتة السنة الفاتت في الامتحان جاب المعامل ستة انت قبل ما تبدأ تشتغل قول الإجابة جواك ستة الإجابة المعامل اللي هو كم كان ستة يبقى الإجابة ستة هنا المعامل ثلاثة يبقى الإجابة شنو ثلاثة يلا بعد الخضعة السينمائية اللي بيستخدمها ليه في الامتحان عين للنموذج ده وانا دايرك تركز فيه وعليه كم نهاية السين تقولي لا صفر جيب أربعة سين في جيب ثلاثة سين على سين طربيع يلا تعالوا نلعب لعبة ظريفة اسم التوزيع كيف يا أستاذ هاي والله ما صعب الموضوع شيل جيب أربعة سين براها وأضرب فيه شيل جيب ثلاثة سين براها ابقى كيف الكلام يا أستاذ جيب أربعة سين في جيب ثلاثة سين تعال السين طربيع في المغام يا جماعة ما معروف إنه سين طربيع ضربي سينين يا عبد الله هنا سين وهنا سين سين في سين بسين طربيع جيب أربعة سين في جيب أربعة سين أنا ما أثرت على المسألة بيشي يلا أرجع تطبيق ليه الكلام القبيل نضرب هنا في أربعة نقسم على أربعة في ثلاث نقسم على ثلاث يلا عن شكل المسألة نهاية أربعة سين تقولي لا صفر فوق أربعة جيب أربعة سين على أربعة سين فيه نفسي الكلام تاني نهاية تلاتة سين تقولي لا صفر فوق تلاتة جيب تلاتة سين على تلاتة سين قبلة نقولت لك الشاعر قال لو في عدد سابت داخل النهاية استخرجوا خارج النهاية هذه خاصية ظريفة في النهايات ابقى التلاتة تطلع بره والأربعة تطلع بره خلاص أطلع يا أربعة أمشي بره أطلع يا تلاتة أمشي بره ابقى الكلام أربعة فيه ده ما غانون يا شباب بواحد وتاني فيه برضو ده غانون بواحد خلاص تلاتة في واحد يلا جدول واحد جدول خفيف وظريف التحاوض أربعة في واحد أربعة تلاتة في واحد تلاتة أربعة في تلاتة ابقى الكلام شنو اطناشا اتذكر سين تربيع فارتقى سينين سين في سين عشان الكلام يمشي معاك تمام يلا ده نموزك برضو من النمازي جسابته وبيستخدمها برضو كتير جدا في الامتحان قصة ما لا نهاية طيب يا أستاذ جاتنا المسألة ما لا نهاية الحالة اللي عندنا شنو ما انت لما تعود بيجيك ما لا نهاية على ما لا نهاية بكلام حبوباتنا كمية غير معينة طيب نعمل شنو انت تشوف اكبر قوة ليسين وتكسيم الجميع على سين طربيع الجميع يعني شنو يا أستاذ كل حدود المسألة أكسمها على سين طربيع ما تخلي حد ولا قلبك يحل لأي حد في الحدود دي بس أكسمها على سين طربيع والذكرة تاني وإن شاء الله تكون كل ما تدقلك في عضانك داخل الامتحان مما تلقى ما لا نهاية ما عندك خيار خلاف إنك تكسم أكسم الله يكسم لك امتحان سهل بكرة إن شاء الله يلا نهاية السين تولي لها ما لا نهاية ابقى اللي ابقى كيف ستة سين طربيع على سين طربيع زي خمسة على سين طربيع على ثلاثة على سين طربيع كلام حلو اتنين سين طربيع على سين طربيع يلا تعالي عيش الإختصارات السين طربيع مع السين طربيع ماشينا والسين طربيع مع السين طربيع برضو ماشينا تذكر حاجة فوق عندي معامل ستة تحض عندي معامل اتنين أنا قلت لك تذكر دي ليه لأنه أنا حاجة أسحب سين أسحب بسين أسحب استمارضة الجامعة إن شاء الله واخد بدلة شنو ما لا نهاية أي حاجة على ما لا نهاية صفر ابقى البسط قبيل فيه ستة المغام فيه اتنين والستة على اتنين إجابتنا شنو تلاتة يلا تعالي علمك حركات ظريفة عبدالله أرجع معي للنموذج القبيل أربعة جيب أربعة سين جيب تلاتة سين إجابتي جاتي اتناشر جات كيفي اتناشر يا أستاذ ألحظ أربعة في تلاتة اتناشر عين لما جاتنا ما لا نهاية الإجابة جات تلاتة تلاتة كيفي معام السين تربع فوق ستة معام السين تربع تحت اتنين أكسما ستة على اتنين تجيك شنو تلاتة يبقى أنت ممكن تعاين للمسألة تقول الإجابة جواك وتبدأ تشتغل نشوف نمازج تانية لكن قبل ما نشوف نمازج تانية أذكرك إنه النهايات لو ما استخدم لك بيستخدم لك خمسة مسائل وانا دائرة الخمسة مسائل صح زي ما هي يلا أرحل التفاضل والله الطالب تلاقي في أي حتة يقول لك يا أستاذ أشرح لي تفاضل رغم أنه دروس التفاضل دروس معروفة لاستخدام فيها المبادئ الأولية سؤال التغير متوسط معدلة التغير سؤال وجد ناصات على داسين سؤال تعال نضرب الأسئلة دي كلها مع بعض وانت مركز معي ووركتك ما تنساه وقلمك معي طيب من المبادئ الأولية سؤال سابت بتلقاه ما في اثنين ثلاثة من المبادئ الأولية جد دالصات على داسين لدالصات تساوي سبعة سين طيب أول خطوة تعمل ليه؟ أكتب الغانون دالصات على داسين ولو ما حفظ الغانون تعال حفظك ليه بس عندي لك اسلوب بسيط كده حفظ بالغانون كيف؟ ده صادع على داسين نهاية دالتاسين تقول إلى صفر أحفظ النغمة دي كده دالصين زايد دالتاسين ناجس دالسين على دالتاسين هلك الله قريرة تاني كم مرة دالسين زايد دالتاسين ناجس دالسين على دالتاسين ما تنساه لأنه الاستخدام في المبادئ الأولية جريب جدا من الاستخدام في التغير متوسط معدلة التغير يلا رح الغانون كتبناه دي الدرجة الأولى قبطة في يدك الحمد لله وبارك الله فيما رزق الدرجة الثانية التطبيق على الغانون طيب أستاذ أطبيق كيف؟ أنا دائر دالسين زايد دالتاسين مش حاشي السين أخد بدلة سين زايد دالتاسين سبعة عين ما هي سبعة سين أسحب السين بر حياتك تعال خدت الجديد الجديد شنو؟ سين زايد دالتاسين ناقص دالسين يا ولدنا دالسين دي قاصب بها الدالة زاتا اللي هي كم؟ سبعة سين مكسومة على دالتاسين يلا فك الأغواص الله يفك فيكك من الامتحانات دي منتصر إن شاء الله يلا سبعة في سين بسبعة سين السبعة في الدالتا سبعة دالتاسين ناقص سبعة سين مكسومة على دالتاسين يلا طير يا سبعة سين مع سبعة سين تاني عندنا طيران دلتاسين مع دلتاسين انتهت ابقى فضل المعامل سبعة واللي هي ده ده صار على داسين والسؤال ده اسمه المبادئ الاولية ما تنسوا السؤال حتلقاهه اكيد في الامتحان ده يرعلمك حركة زي ما علمتك في النهاية هو لما نقول لي من المبادئ الاولية يعني باستخدام الغانون بتاع المبادئ الاولية انت ممكن تعرف اجابتك قبل ما تبدأ تشتغل تعال صارتوا سابي سبعة سين السبعة سين تفاضولة كم سبعة خلاص ابقى اجابتك جدامك انا اشتغلت انت بتطلع من الامتحان بتقول لي يا ساز انا مساء لي كلها صاح الحمد لله موضوع تاني برضو زي ما قاعدين تقوله في عباراتكنا البسيطة موضوع خطير اللي هو متوسط معدل التغير عليك الله الدرس ده خلي ليه بالك المبادئ الاولية برضو درس خلي ليه بالك متوسط معدل التغير برضو درس خلي ليه بالك لتكن لتكن صاد تساوي ده السين حيث انه ده السين بيساوي ليه اتنين سين زايد واحد تغيرت سين يعني فيه تغير من واحد الى ثلاثة جد متوسط معدل التغير للدان يلا الخطوات الدارين نشتغل بها بسيطة طلع الينا سين واحد طلع الينا سين اتنين طلع الينا ده التاسين يلا كده بيه مزاج نحن دارين نطلع سين واحد تغيرت من شفتها سين واحد دي معا كلمة من طوالي من كم واحد عبد الله ما تخلي بالك الى الى كم ثلاثة خلاص ابقى سين واحد واحد سين اتنين ثلاثة انا داير دلتاسين انت عشان تجيب دلتاسين طرحة سريعة كده اطرح سين اتنين مواجه سين واحد التلاتة منها واحد فتضلينا اتنين انا طلعت ديل المسألة بالنسبة ليه انتهت ليه لانه الخطوة البعضة نصى الغانون لحفظتك ليه دلتاساد على دلتاسين ده غانون متوسط معدل التغير الباسوير بتاعه كده ميم ميم تا اختصاره يعني متوسط معدل التغير يلا دلتاساد على دلتاسين النغم القبالك دالسين زايد دلتاسين ناقص دالسين على دلتاسين دلتاسين ياولد الليل كله تعفظ dziه ٨لغانون ده δالسين زايد دلتاسين ماتجيف منه الغانون ده كما استخدمه هنا بيستخدمه هنا يبقى الغانون ده استخداجه مسابه طيب يلا حلاص عملنا يا أستاذ عملنا الغانون نجي نعمل شنو قال في الغوصة الاول عوضة التغير الثاني اللي هو ثلاثة معجص في الغوصة التاني عوضة التغير الاول اللي هو واحد وانت قال قاسم على شنو؟ قال على الدلتة الدلتة غيمتها كم اتنين يلا عين الفيلم كله بيقي عبارة عن دال تلاتة ماجس دال واحد على اتنين يلا يا استاذ دال تلاتة دي يعني شنو يعني في الدالة اللي اداك ليه اصحب سين خد تلاتة تعالنا جيب دال تلاتة يلا شيلة السين خد تلاتة فالح اتنين في تلاتة بستة زايد الواحد تبقى كم سبعة ماجس هوي السبعة دي دال تلاتة اراح كده بالراحة بين وبينك نجيب دال واحد بدل سين خد واحد اتنين ضرب واحد اتنين زايد واحد تلاتة خلاص ابقى ناقص تلاتة على الدلتة جبيل عندك اتنين السبعة منا تلاتة باقي اربعة مكسوم على اتنين اربعة على اتنين تساوي اتنين ابقى دا اسمه ميم ميم تا اللي هو شنوه متوسط معدل التغير غيمته اتنين متوسط معدل التغير سؤال ثابت عليك الله اركز وانت بتحله وركز وفكر ونحن عندنا مشكلة في امتحان الرياضيات واقع اخر امتحان كل الطلبة دارين انتهوا سريع كده من الامتحان ويتخارج امشي يشوف باقي حاجاته لا لا انا ما دارك تنتهي سريع انا دارك تشتغل علي رحتك طيب يلا تاني سؤال جدال صاد على داسين للدوالة التالية الله يا جماعة دا سؤال سابت ولو ما جاء فيه بيجيب لك خمسة بيمر على غوانين التفاضل كلها بالترتيب وممكن اي اختار غانونين تلاتة يطبق عليهم لكن احنا ما نعرفهم كلهم يخما صعبات دا الكبير عادية دا روجة دار صاد على داسين كده يا عبدالله صاد تلاتة سين وسي أربعةotheا اربعة سين وسي ثلاثة ماقس خمسة جتها اي اتني يلا ارح نجيب دار صاد على داسينة غانون التفاضل العام بقول شنو؟ اضرب الغوة في المعامل اضرب القوة القوة الفوق اضربه في المعامل وفي نفس الوقت من الغوة قم اسحب واحد يلا تعال نضربه تلاتة ضربة سينس 3 لعنه طرحنا واحد برضو 3 ضرب 4 اتناشر سينس 2 لعنه طرحنا واحد يلا نجل المشاكل النفسية الدولة المسلسية وتفاضلاتها مزعي جاك لا لا ما مزعي جاك بالراحة كده الجيب تفاضلو جاك والجيب تفاضلو جاك ديلا لغاية تين اركز عليه ونوع الجيب تفاضلو جاك والجيب تفاضلو سالب جيب يلا راح لكن لما نكون في معامل بطلة عن معامل لاحظ انه دي جتا اتنين ضربة خمسة بيعشن الجتا بتجي منه اشعارة سالبة مع السالبة البرده تبقى الاشعارة شنو موجب لانه سالب فيه سالب بيه موجب والجتا زاته يتحول ليشنو يتحول ليه يجيب ويجيب كم يا استاذ اتنين سين انا كده وجدت اضعصات على داس سين طيب النموذج الثاني هنطبق على العمليات على التفاضل رجعنا من الفاصل القطعنا عنكم يلا نواصل في كلامنا جبال نحن كان بكنا بنتكلم عن جيد ده الصاد على داس سين انا احنا واصل في جيد ده الصاد على داس سين قلت لك يا عبدالله زولده بمور على قوانين التفاضل كله وتعالنا شو بقوانين بيستخدمه في الامتحان ضرب دالتين جسم الدالتين الدوالة الضمنية ودالة دالة عينوا يا شباب باختصار الغوانين دي لازم اقل ليش يستخدم منها ثلاثة خدت الكلام ده في رأسك عشان ما تضيع زمنك تعالنا شو في الله الضريب ولا نتكلم بكلام الكتاب الكبار كبار داك كلام بسيط ضرب دالتين كيف يا استاذ الاولى في تفاضل التاني زايد التانية في تفاضل الاولى كم ما عارف اقوله في رأسك كم مرة الاولى في تفاضل التاني زايد التانية في تفاضل الاولى يلا تعالنا طبقها بسم الله نويته انا اوجد ده الصاد على ده السين كده بعمزاج النية ما سبحها الاولى سين تربع زايد واحد ما ديل دالتين اعتبر ديل الاولى وديل التاني التانية جيب تفاضله جتاء يا اخي كلام صريف زايد التانية جيب سين في تفاضل الاولى السين تربع تفاضل اتنين سين يلا رتب امورك على كده اضرب الجتة هنا جوا تبقى سين تربع جتاء سين ظريف جدا اضرب الجتة في الواحد ابقى جتاء سين ماشين تمام لانه جتاء الواحد ده خفيف عليكم اللي اتنين سين نضربه في جيب تبقى اتنين سين جيب سين خلاص انا كده اوجد تداصات على داسين عليك الله ما تنسى عليك الله ما تنسى غانون ضرب دلتين الاولى في تفاضل التاني زايد التانية في تفاضل الاولى ارح نشوف غانون يسمو جسم الدلتين اهي غانون ضريف برضو ما مزعج ما هي جسمة يعني في بسط ومغام انت عشان تشتغل خد الكلام في راسك المغام في تفاضل البسط ما قص البسط في تفاضل المغام على المغام طربي عين انا بقول لك في الكلام وحنطبقه المغام اتنين سين زايد واحد تفاضل البسط تلاتة ناقص البسط ثلاثة سين في تفاضل المغام اتنين هاي مال اتنين سين تفاضل اتنين على مربع المغام يعني اتنين سين زايد واحد الكل شنو طربي يلا بعد كده دورك شنو في الدنيا دي فك الاغواس فك هاي عادي الثلاثة سين تخش هنا تبقى ستة سين والثلاثة في واحد بثلاثة اتنين سي او سوري اتنين في ثلاثة سي تبقى ستة سي يلا مكسومة على اتنين سين زائد واحد الكل طربع عبدالله ستة سين مع ستة سين مشهد خلاص ما فضلي يا حي فضلي شنو ثلاثة في البصد المغام اتنين سين زائد واحد الكل طربع ودي دالصات على دال سي نقول الغانون وقوله إلهي تقول كلامك كله في الجامعة المغام في تفاضل البصد ناقص البصد في تفاضل المغام على المغام تربع اتذكر الغانون وزي ما قلت لك أنا دائرك أي غانون هو بيستخدم وينت تردده النوع الرابع من الدوال ما يسمى باسم الدالة الضمنية دالة ظريفة كده مع مزعجة وعين أنا حتى بتدسلك جنب السبورة عشان تفهم إنه الموضوع ما خطير كيف يا أستاذ ما فيها صار وفيها سين وفيه أي مغدار سابق انت فاضل عادي في الدالة الضمنية فاضل عادي بس أعمل حركة أي حتة فيها صار بعد ما تفاضلها قوم أضربه في دالصاد على داسي بعد أنا ما أقولت قبل بعد يلا عين أنا ضعر أفاضل ثلاثة صار تربيع ثلاثة صار تقعب تبقى لي ثلاثة صار تربيع مضروبة في دالصاد على داسي هذه الصار تقعب زي السين فاضل عادي تبقى ثلاثة صار تربيع بسابق صفر ليه؟ لأنه دا سابق وأي سابق تفاضله بسفر طيب أنا داير دالصاد على داسي موضوع الغانون يبدي بيجاي اللي هي شنو دي ثلاثة صار تربيع ابقى عين الكلام ثلاثة صار تربيع دالصاد على داسي تعالي به هنا يا أخي تبقى سالب ثلاثة صار تربيع أكسم أكسم الله يكسم لك يوم الخميس امتحان ساهل أكسم أكسم على معامل دالصاد على داسي دي المشكل ذكره خلاص الثلاثة مع الثلاثة انتهت ابقى دالصاد على داسي حتساوي لي سالب سين تربيع على صار تربيع ودي دالصاد على دالسي دالة ضمنية فاضل عادي الحتة اللي فيها صاد بعض ما تفاضل قوم أضرب في دالصاد على دالسي طيب حاجة تانية برضو يعني أنا دائرك مش تركز فيها تخلي بالك شديد جدا والكلام اللي أنا دار أقوله لك دا تحفظه في مكان بارد بعيدا عن متناول الأطفال كيف يا أستاذ يعني عشان تتذكروا لي لو صاد بيساوي جزر 2 سين زائد 3 أنا دار وجي دالصاد على دالسين يا جماعة سبقوا قلنا إنه الجزر دا عبارة عنه سنوس يعني 2 سين زائد 3 الكلو السنوس دا تفاضل يسمى تفاضل دال لدال بعمل شنو بنراحة كده بنزل الغوة الغوة زي ماهو بخليه بطرح واحد منا القوة بعد داك بضرف في تفاضل ما بداخل الغوة طبق معي بسم الله يوصله على الرسول يلا أنزل يا نص الغوة زي ماهو 2 سين زائد 3 الكلوسي سالب نص أبا السالب نص دا جيبتها منه مين دقيقة فهمك ما النص رو ما نطرح منه واحد مش حيفضل السالب نص هاي يلا بعد داك أضرف في تفاضل ما بداخل الغوة الاثنين سين تفاضل كم يا شباب اثنين يلا عين النص مع الاثنين السلام عليكم ابقى دالصاد على دالسين بطريقة بسيطة كده ما مملة تبقى واحد على لأنه الغوة سالبة ولما تكون الغوة سالبة بنزل المغدار المغام إلهي مغام الجامعة الخرطوم يلا الجزرة التربيعي لاثنين سين زائد شنو ثلاثة شباب كده مرينا عليه قوانين التفاضل كلها لكن لسه عندنا كلام دارين نقوله في التكامل وعندنا كلام دارين نقوله في التفاضل في المشتغات العلي ما تجوا نقلب السبورة دي ونشوف كلامنا بهناك شنو يلا نقلب سبورتنا معانا يا عبدالله دارين نواصل كلام دارين نشتغل نحن كده اتخيل معاي الكلام الجاي يلا مشكلة وظاهرة كونية جديدة صاد تساوي جيب اتنين سين برهن أنه طبعا يا عبدالله كلمة برهن أنه دي بتوتر الطلبة التوتر جديد خلاص لكن والله ما خطير الموضوع لو أنت ركزتها بتلقى الحل في المسألة لو صاد بتساوي جيب اتنين سين اي انا دارز بتينه المشتقة الرابعة دارز بتينه المشتقة الرابعة المشتقة الرابعة دي بتساوي ستاشر صاد خلاص يلا بسم الله يلا يا عبدالله خلي بالك صاد جيب اتنين سين المشتقة الرابعة دي شنو مشتقة الرابعة يعني فاضل أربعة مرات جيب المشتقة اللولة وجيب المشتقة التالي وجيب المشتقة التالتة وجيب لنا المشتقة الرابعة تعالنا جيب الأربعة دي ونشوفه فعلا بساوي ستاشر صاد بسم الله عين صاد جيب اتنين سي جيب دال صاد على دال سي هوي نطلع المعامل اتنين الجيب يبقى جتا جتاكم اتنين سي مش الجيب تفاطله جتا تانية رح نجيبها المشتقة التانية ولعلمك التانية انا بجيبها من الاولى يعني ما بمشي بجيبها من بيتنا وبيجي راجع لا من الدال لزاتة من المشتقة الاولى يلا اضرب اللي اتنين في اتنين اربعة لكن اتذكر انه الاشارة شنو سالي وازكرك حاجة عشان ما تغلطي في الامتحان شفت الدوالة المسلسية دي كلها اي حاجة فيها تا تفاطوله سالي اي حاجة فيها تا تفاطوله سالي اتذكر ما تنسى عبدالله اذكرهنا الكلام يلا اتنين في اتنين اربعة جتا يبقى جيب وقبل قلنا الاشارة سالي اتنين سي دي التانية رح نجيبها التالت يلا بسم الله مشتقة التالت اضرب الاتنين في اربعة تبقى تمانية سالي بقعت فيه حتته. والجيب يتحول ليه جتا. جتا كم? اتنين سين. يلا شوف سبحان الله عليك الله ركز. عليك الله ركز. انا دار اجيب الرابعة. اول شي سالي بده يبقى موجب. لانه ده جتا. وعينه اللي اتنين فيه تمانية. ستاشر. انت فهمتني. والجتة ده يبقى شنو? جيب. جيب كم يا اوستاس? اتنين سين. ارجع فوق يلا عين. جيب اتنين سين. صاد. صاده جيب اتنين سين وشان لعملة واحدة. يعني ممكن تشيل ده برا. تاخد بدل شنو? صاد. ابقى شنو يا اوستاس? ستاشر صاد. وضل مطلوب شنو? ازباد. يلا التكامل ختام سؤال التفاضل والتكامل. ما اقل من اربعة او خمسة مسائل بيجيب لك. انا دايرك تكون رايك وتعرف لي الفهم عامة. يلا. كيف يا استاس? انا دار اكامل. الغانون العام بتاع التكامل شنو? ضيف واحد للقوة. واقسم على القوة الجديدة. ابقى انا بكامل كيف? بضيف واحد للغوة. وباقسم على الغوة الجديدة بسم الله ان احنا كامل يلا. ابقى الكلام. اربعة سينوس اربعة على اربعة. ما التلاتة ضيفنا لها واحد. عبدالله خلي بالك. ماقس. تلاتة سينوس تلات. انا قاسم على تلاتة. ما اللي اتنين ضيفنا لها واحد. زي. عينة اللي اتنين هنا غوة كم? او السين وتكم واحد تبقى اتنين سين وست اتنين على اي اتنين اي سابت بضربه فيه سين زائد سابت التكامل طير يا اربعة طير يا ثلاثة طير يا اتنين عن التكامل ظريف كيف عن التكامل جميل كيف عن التكامل مبدع كيف بس ضيف واحد للغوة اكسم على الغوة الجديدة من الحاجات ان انا دايرك تركز فيها برضو ركز فيها كويس شنو اديني بسط المغام في المسألة في التكامل اتما بتقدر تكامل الا تتخلص من المغام طيب اتخلص من المغام كيف يا اساس طرق التحليل كلام سنة تامنا زمان تامنا زمان ابيض واسود حل العادي سين سين ما سين طربيع ناقص ناقص اللي هو ده اسمه فرق بين مربعين تلاتة زايد تلاتة على سين ناقص تلاتة خلاص طير يا سين ناقص تلاتة ابقى فضل تكامل سين زايد تلاتة مكاملة بالنسبة للدالة ده سين انا السين قوة واحد ضيف لها واحد تبقى اتنين معنى نص سين طربيع زايد التلاتة تكاملة تلاتة سين زايد شنو يا استاذ سابت التكامل خدعة داري نبهك ليها في الدوالة المسلسية بيجيب ليك معاملات عليك الله خلي بالك ديب الزات خلي ليها بالك اهي تكامل ستة جتا اتنين سين ماقص تمانية جيب اربعة سين عارف انت عشان تكامل المقدار ده مهي قاعدة التكامل في الدوالة المسلسية بنقول واحد على المعامل بس صلي على المعامل اكسم عليه يعني ستة على اتنين الجتا يبقى جيب جيب كم اتنين سين ماقص زايد زايد لانه التكامل عكس التفاضل ماقص تنظر ماتم�ر التكامل عكس التفاضل تمانية على اربعة والجيب ابقى جتا جتا كم اربعة سين زايد ثابت التكامل إعمنا الستة على اتنين ثلاثة جيب اتنين سين زايد التمانية على اربعة اتنين جتا جتا شنو يا أص이나 اربعة سين زايد ثابت التكامل أنا كده كملت المسألة بتاعتي آخر حاجة دار أتكلم معاك فيها استخدم معاك حية الظريفة كده ما تتوتر لي فيها اللي هو يقول لي مثلا تكامل واحد ناقص قاسين في واحد زائد قاسين يا ما عدتوا لو لاحظوا للموضوع هنا عبارة عن شنو عبارة عن فرق بين مربعين يعني عبارة عن واحد ناقص قاطر بيع سين بالنسبة للدالة دا سين أيوة الله صح يا معلم لو حللت دا بيديك دا كامل الواحد سين الناقص زي ما القام عنده قانو لكن الغاط ربيع مش الغاط ساي عشان ما تنظر يبقى شنو يا أستاذ يبقى لي زلسين زائد شنو يا شباب سابت التكامل نمشي نشوف طريقة بتاعة أسئلة تانية اللي هي الوحدة بتاعة المصوفات دي برضو عليها درجات ودائرة حبة شنو تركيز ما دارنا كتير الكلام نحنا قلناك بيه لك إنه في أسئلة موضوعية أنت مفروض تكون عارف التعاريف والخواص والحاجات الزي دي نشوف المصوفات طيب إذا كانت ألف المصوفة فيها العناصر أول الأسئلة اللي بيسألني لا يقول لي جد بعد ألف البعد عبارة عن عدد الصفوف في عدد الأعمدة المصوفة ألف فيها ثلاث صفوف في ثلاث أعمدة جد العناصر المشار إليها ألف واحد اثنين أو واحد وعشرين يعني الصفة الأول العمودة الثانية الصفة الأول العمودة الثانية يبقى العنصر اثنين ألف اثنين واحد يعني اثناشر الصفة الثانية العمودة الأول الصفة الثانية العمودة الأول يعني العنصر شنو؟ أربعة قام قال لي جيت قيمة 1021 طربيع يعني 2 طربيع يعني 4 ناجس 2 في 1012 1012 اللي هي 4 و 2 في 4 تبقى 8 يبقى إجابتنا سالب 4 أنا دائرة النظيرة الجمعية وعليك الله خلي بالك في النظيرة الجمعية النظيرة الجمعية هشنو يا أستاذ بس نغير إشارات المصوفة يعني بنقول بنعرفه كده بنقول هو معكوس المصوفة في الإشارة تعالنا غير إشارات المصوفة كلها تبقى سالب 3 سالب 2 1 عين أنا بعكس في الإشارة سالب 4 5 سالب 6 لاحظ أنا بعكس في الإشارة 7 0 سالب 2 خلاص أنا كده أوجدت النظير الجمعي طيب جيت قيم سين صاد إذا كانت المصوفة دي بالساوي المصوفة دي ما سين زي صاد معناها بالساوي 5 خلاص دي نسميها المعادرة رغم 1 و سين معك الساد بالساوي 3 و دي نسميها المعادرة رغم 2 كلام تامنا بجمع يلا أجمع سين زي صاد سين 2 موجب ساد و سالب ساد انتهت ابقى الكلام 8 35 أكسم الطرفين على 2 خلاص انتهينا ابقى سين تساوي 8 على 2 تساوي كم؟ 4 أنا جبت قيمة سين فضل قيمة سات نعوض في المعادرة رغم 1 يلا عين المعادرة رغم 1 بتقول سين زي صاد تساوي 5 4 زي صاد تساوي 5 إذن صاد تساوي 1 ما تمشي من المسألة ساي عوض سين ب 4 صاد ب 1 عشان تقول ليه الساس كلامي مصبوط 100 أربعة زايد 1 خمسة أربعة واحد أربعة ناقص واحد ثلاثة حركة برضو جميلة أنا دايرك تخلي بالك معاي فيها 2 سين والمصفوفة دي زايد المصفوفة دي بالساوي دي أنا دا أرغمت المصفوفة سين ودي المصفوفة دي كلها بهناك يبقى 2 سين حتساوي 5 8 ماقص 1 2 عبد الله 2 سين أطرحهم يلا يلا أطرح 5 مننا 1 باقي 4 8 مننا 2 الباقي 6 لاحظ إنه دي 2 سين أنا داير سين واحدة أكسم الطرف دا على 2 وأي عنصر داخل المصفوفة أكسمه على 2 يبقى سين حتساوي المصفوفة الفيال عناصر 8 على أو 4 على 2 2 6 على 2 3 دي غيمة المصفوفة سين كده أوجدناها يلا أنا من قبل داير أنبهك المصفوفات وحدة سهلة وبسيطة درجة تصل لعشرين درجة في الامتحان الاحتمالات وحدة ساهلة وظريفة درجة تصل لعشرين درجة في الامتحان الإحصى وحدة ساهلة وظريفة درجة تصل لعشرين درجة برضو ممكن لو ركزت في الفترة أول قاب بتاعك في الثلاثة وحدات ديل انت ممكن تحقق الشيء الانت داير اتذكر كلامي راجع راجع كويس للأسئلة الموضوعية اللي هي التعارف والخواص لتذكر الكلام التعارف احفظه لي كويس اعرف الخواص كويس لحد ما نتلاقى في الفاصل الجاي السلام عليكم قبل الفاصل كان اتكلمنا عن انه فيه اهمية للابواب بتاعة الاحصى والاحتمالات والمصفات وهي ابواب بتاعة مذاكرة دايرين نشتغل عليها اسئلة طبيية يا ريت لو خليت بالك ورقتك وقلمك معاي زي ما بديت الكلام نشوف نمازج كتيرة في الاحتمالات وعلى الاحصى يلا باسم الله نبدأ الاحتمالات التعارف والمقدمة انا وريت اقولت لك زاكرة كويس احنا حنشتغل على الاسئلة التطبيقية من الاسئلة التطبيقية اللي قاعد استخدمها في الامتحان يقول لي اكتب فضاء العين دايرين نكتب فضاء العين لالقاء قضعة نقوط سلاس مرات متتالية يلا باسم الله جدعنا قضعة نقوط او القينا قضعة نقوط سلاس مرات متتالية دايرين نرصد نقاط العين طيب هنقول ليه كالآتي انه عين يساوي صاد 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 احتمال القضعة دي في الثلاثة رميات ايجا صور او صاد صاد كاف او صاد كاف كاف او صاد كاف صاد دي رصد الصور يلا تعالنا شوف رصد الكتابات بنفس الفهم كاف 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 صاد كاف صاد صاد كاف صاد كاف انا كده رصدت نقاط العينة لتجربة القاق قضعة نقود واحدة سلاس مرات لو دا نعرف عدد نقاط العينة هي قضعة واحدة انا جدعتها تلات مرات في المرة الاولى عندها احتمالين والمرة البعض عندها احتمالين والرمي الساسع عندها احتمالين نضرب النتائج دي في بعضها بنلقى تمانية عدد نقاط العينة بتلقاها تمانية نتائج من الحاجات الاستخدامة برضو كتير جدا في الامتحان يقول لي في تجربة رمية حجر نرت لاحظ اول حجر نرت عليك الله لاحظ حجر نرت دي اول ثم قضعة نقود اكتب الحدث المؤكد هي مع الحدث المؤكد دا يمثل فضاء العينة يعني باختصار الزول دا خيجي ليقول ليك اكتب فضاء العينة قال ليك اكتب الحدث المؤكد تعالنا اكتب الحدث المؤكد وان شاء الله نجاحك مؤكد السنة يلا بسم الله حجر نرت دي اول ابقى النتائج على المسقطة الصيني اعداد واحد وصاب اتنين وصاب ثلاثة وصاب اربعة وصاب لاحظ انا بمسك الصور خمسة وصاب ستة وصاب عشان ما تتلخبت اعمل زي ما انا بعمل امسك الصور كملة امشي للكتابات يلا واحد وكاف اتنين وكاف ثلاثة وكاف اربعة وكاف خمسة وكاف ستة وكاف انا كده كتبت الحدث المؤكد اللي هو انا قلت لك انه الحدث المؤكد ده يمثل شنو فضاء العين طيب قال ليه حدد نقاط العين في الاحداث التالية الحدث الف الحدث الف شنو قال الحدث الف الحصول على عدد زوجي من المرد يا مع العدد الزوجي اتنين واربعة وستة لكن خد في بالك انه العدد الزوجي ده ما بكم براوه يا معه صورة يا معه كتاب ويبقى الكلام كده اتنين وصاب اتنين وكاف اربعة وصاب اربعة وكاف ستة وصاب ستة وكاف خلاص تمام انا كده كتبتهم اراح الحدث با عبدالله تعالي الحدث با يلا انا ده ركتب في الحدث با الحصول على عدد اولي العداد الاولية اتنين وثلاثة وخمسة الواحد مع عدد اولي ما تتلخيه ما براه اتنين وصاب جميل اتنين وكاف تلاثة وصاب تلاثة وكاف خمسة وصاب خمسة وكاف انا كده كتبت الاعداد الاولية يلا تعال نربط الحدثين مع بعض قال داير الحدث الف وبا يعني مع الرابط واو ده معناه تقاطع الرابط واو ده معناه وشنو تقاطع يبقى انا داير الف تقاطع با ونحن قلنا زمان انه التقاطع معناها العناصر المشتركة انا داير الف تقاطع با عين لألف وفي نفس الوقت عين لي با العناصر المشتركة بيناتهم اتنين وصاب اتنين وصاب اتنين وكاف اتنين وكاف خلاص يبقى الرصة كده اتنين وصاب واتنين وكاف دا تقاطع طيب داير الف او بقى اقولنا الرابط او دا معناه اتحاد خلاص ابقى انا داير كده الف اتحاد بقى شوف يلا دا راقول لك كلام في الاتحاد الاتحاد اكتب كل العناصر بس العنصر المكتوب مرتين اكتبه مرة واحدة ما هتكتبه مرتين داير الف اتحاد بقى يلا راحنا نروس عناصر الف ومعها عناصر بقى اتنين وصاب اتنين وكاف موجودة فيهن اللي اتنين تلاتة وصاب تلاتة وكاف موجودة هنا اربعة وصاب اربعة وكاف حلو شديد خمسة وصاب ايه قاعدة هنا خمسة وكاف جميل جدا ستة وصاب ستة وكاف انا كده انا كده لتبت عناصر المجموعة كلها بالرابط بتاع او وقلنا الرابط او دا معناه شنو يا شبابنا معناه اتحاد طيب نمشي لموضوع تاني موضوع الواحد يكاد يجزم عليه وهشام شوف السبورة هنا اللي هو التعبير عن الاحداث رمزيا ولفزيا يا مع الموضوع دا عليكم الله ركزوا فيه وانا ما داير اقول وتنبأ وكده وكلام زي دا انا داير اقول كلام واضح فيه حاجة يسمى سوابت الامتحان اسئلة سابتة ما جعلت تغيير من الامتحان زي النموزج دا في الاحتمالات التعبير الرمزي واللفزي سؤال سابق سيغة السؤال كده ليكن الف واحدة سام في فضع العين عبر عن الاحداث التالية واحد رمزيا يعني حول الالفاظ لرموز يعني ترجيمه زي الانت حتشتغل مترجم وقوع الف او عدم قعبة ارح نشتغل بالاقصادة المريحة القصة الاول وقوع الف معناها الف زاد او رابط للاتحاد عدم وغعبة ابقى متممة با اللي هي باق داش شوف الجاية وقوع احد الحدثين دون الاخر يا شباب دون الاخر كلمة ظريفة لمن اقول الف دون با معناها الف فرق با ولمن اقول با دون الف معناها با فرق الف اربط بيناتهم برابط الاتحاد برضا وقوع احد الحدثين على الاقل على الاقل خدت الكلمة دي في راسك على الاقل معناها اتحاد ابقى الف اتحاد شنو اتحاد با طيب ارح الاخير وقوع احد الحدثين على الاكثر برضو خدت الكلمة دي في راسك على الاقل على الاكثر ودون الاخر كلمات خدتها في راسك قبل ما تخش الامتحاد يلا على الاكثر اتحاد المتممات يعني الف داش اتحاد شنو با داش طيب نحن عبرنا رمزية يعني حولنا الألفاظ ليه رموز تعال نعكس الكلام نحول الرموز ليه ألفاظ عبر لفظية عليك الله ركز ألف داش تقاطع أرحنا ترجيم عدم مما تلقى داش عدم عدم طوال عدم وقوع ألف اتفقنا الرابط دا ألبا مكتوبة سايبة أقول له وقوع عين داش خلاص طوالي قدم كلمة عدم وقوع ألف الرابط دا اللي هو أو دا اتحاد ضريف جدا عدم وقوع بأ طيب عينة جاية ألف فرق بأ اتحاد بأ فرق ألف دا عندها تعبيرين التعبير الأول أقول كده وقوع وقوع أحد الحدثين دون الآخر فيلم قبل شوية خشيته معي أو بصورة تانية عين الكلام وقوع وقوع أحد الحدثين فغط كلمة فغط دي زي دون الآخر عشان ما تتلخبت لي فيها كتير طيب عبرنا رمزيا عبرنا نفظيا تعال نضرب سؤال كده يربطهم اللي اتنين اللي هو يقول ليش انه في أشكال فين أدنى ظللوا عبر رمزية يعني انت حتحول الكلام لرموز بعد داك تظلل وسؤال التصديل ده سؤال سابت في الامدحان اللي هو التصديل على أشكال فين من سنتها من انتهى بتكون مذكره قال ان يقع ألف ولا يقع با دي مش اياها ألف فرقبا هاي العناصر الفي ألف وما في با دا ارى اظلل ألف فرقبا اتذكر عليك الله ألف فرقبا منطقة ألف التقاطع ما تابع ليها ما تدخل التقاطع لأن التقاطع منطقة مشتركة بينها وقوع ألف وباء معا معا مش معناها ألف تقاطع باء يلا انا دار اظلل التقاطع المنطقة المشتركة بيناتهم هنا في النص دي أسئلة متنوعة ظريفة كده للاحتمالات تعال نقلب السبورة يا خشام ونشوف أسئلة برضو متنوعة في الإحصى عندنا أسئلة يا ناسا الأساسية الإحصى قلنا عليها حكاية بتاعتها عشرين درجة أنا دائرة لعشرين درجة زي ما هي وعشان تصل للعشرين درجة تعالنا شوف نمازك سابتة باستخدمها لنا في الامتحان برضو أذكرك عشان ما تمشي ساكت لازم تراجع التعاريف في الإحصى لازم تراجع الخواص لازم تراجع كل القوانين أنا دار اشتغل على الأسئلة التطبيقية مثلا بالديني مفردات يضرب لي منها ثلاثة علحان اللحنة الأولة يقول لي يجيب الوسط الحساب اللحنة الثانية يقول لي يجيب المنوال اللحنة الثالثة يقول لي يجيب الوسط طيب أنا دار وسط حسابي بس مجموعة المفردات مكسوما على عددها يعني سين داش يساوي سيجماسين على نور رحنة أقول لي يبقى سين داش يساوي ثلاثة زايد سبعة زايد تمانية زايد أربعة زايد خمسة زايد سبعة زايد شنو خمستاشر أنا جمعتهم ما أنت دار وسط ياخي بها كلام الشفع وسط حسابي أجمع المفردات أكسمع على عددها يلا عددهم واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خلاص كده ظريف الكلام لو جمعت المفردات بلقى مجموعة تسعة وأربعين على سبعة يبقى إجابتك كم يا شباب سبعة طيب دائرة المنوال بكلام برضو رائق كده المنوال أكتر مفردة تكررت فيهم كده شوف المفردة اللي تكررت كم بتلقاها برضو سبعة أنا قصدت أجيب الإجابات مشابهات لأنه عندنا مشكلة في الامتحان الطالب يكون شغال صاح إجاباته جات زي بعض يقول لك لا لا براه كده ما بيجم مشابهات يقول ليه ما يجم مشابهات بيجم تعالنا شوف الوسيط برضو ممكن برضو يجينا سبعة عشان أنا أجيب الوسيط أول خطوة برتب يا تصاعد يا تنازل الخيار لك لكن ده يا رأي رتب تصاعد أبدأ من الأصغر ثلاثة بعد أربعة بعد خمسة بعد سبعة ثاني أكتب سبعة يلا بعد السبعة تمانية بعد الثمانية خمستاشر يلا عد المفردات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نون عدد المفردات سبعة السبعة دي عدد فردي معناه في وسيط واحد رتبته كده سبعة زايد واحد على اي اثنين سبعة زايد واحد الثماني على اتنين يساوي شنو أربعة وهي ما تفتكر انو الوسيط أربعة الاربعة دي ترتيب الوسيط تعالنا عيد أربعة واحد اتنين ثلاثة أربعة ابقى الوسيط كمية شباب الوسيط يساوي سبعة خلاص وسط أجمعهم أكسيمهم على عددهم منوال شوف اكتر حاجة تكررت شنو وسيط رتبه وشي بعد ما ترتب عيد لو عددهم فردي في وسيط واحد لو زوجي في وسيطين برضو من الأسئلة العودنا على في الامتحان يقول لي شنو يا عبدالله جد الوسط الحسابي أول متوسط الحسابي ياهو شا الجدول دي يا شباب جدول في أول عشان أنا أجيب منه الوسط الحسابي بقم هو بجيني الجدول في صورة أفغية أول خطوة أنا أعمل أضع الجدول ده في صورة رأسية يعني أحول من صورة أفغية لصورة شنو رأسية كيف يا أستاذ كده بنفس الصورة اللي أنا برصم بها قدامك لكن أقوم أضيف له عمودين وأساساً بيجي فيه عمودين لما تضيف عمودين بيبقى عدد الأعمضة أربعة هنا خدت الفئات والتكرارات بيديك له عشر إلى عشرين تلاتين أربعين يلا كافاتهم واحد اتنين تلاتة أربعة سيجما كاف عشرة سيجما كاف عشرة خلاص تعالنا نجيب مين يا ولدي مين معناها مركز الفئة مين مركز الفئة إلهي مركز الجامعة الخرطوم مين مركز الفئة عشان نجيب المركز أدنى وأعلى على اي اتنين عشرة وعشرين تلاتين على اي اتنين خمستاشر خلاص والبعدة خمسة وعشرين خمسة وثلاتين خمسة واربعين نجي نضرب مين فيه كاف أضرب واحد فيه خمستاشر خمستاشر اتنين فيه خمسة وعشرين خمسين تلاتة فيه خمسة وثلاتين مية وخمسة أربعة فيه خمسة واربعين مية وثمانين يلا نجيب سيجما مين فيه كاف ألحظ المجموع كده أنا بي نظرة بقول تلتمية وخمسين لأنه بشتغل بكلام الحبوبات دمعة دمية وعشرين تلتمية وعالخمسين تلتمية وخمسين يلا سين داش سجما مين في كاف ردد الغانون على سجما كاف يعني 350 على 10 الصفر مع الصفر انتهى يبقى سنداج بساوي 35 ظل المتوسط الحسابي انا سعيد الليلة ومبسوط جدا انه انا طليط على الشباب الممتحنين الشهادة من خلال غناء الطيبة زي ما اقولتك بيل الغناء اللي بنعتبرها غناء ام للمعرفة اتمنى انه الناس يكون ركزت في كلامي يا اخي ما فهمت الكلام ما وقع لك بصورة مثالية ناس طيبة عندهم مواقع على اليوتيوب وعندهم موقع التواصل الرئيسي خش عيد الحصة كم مرة بتلقى نفسك استوعبتها انا عايز اسمع عنكم خير ولحد ما ايجي الامتحان خليك رايك رتب حاجاتك اقرى بمزاج ركز على الاحصى والاحتمالات والمصوفات ديال بده 60 درجة اقرى تعارفن وحاجاتن ولحد ما نتلاقى في حصص ان شاء الله بعد ما تخش الجامعة ممكن الناس غناط طيبة برضو يكون عندهم حصص للناس الفي الجامعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة